تنفيذ لتوجيهة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه توالي الحكومة الموقرة برئاسة سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله إلى القطاع الإسكاني اهتماما كبيرا أسهم في تحقيق نمو متسارع وإنجازات كبيرة في هذا الشأن نعم وترجم هذا الاهتمام الحكومي بإنشاء المدن الإسكانية وتنويع الخيارات الإسكانية للمواطنين بما يتوافق مع مبادئ وأهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 إنجازات متتالية وبوتيرة متسارعة حققها القطاع الإسكاني بمملكة البحرين والذي وفر بدوره آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين سواء على صعيد المشاريع الإسكانية أو الخدمات التمويلية مما ساهم في حصول آلاف الأسر البحرينية على السكن الملائم وفي إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع ألفي وحدة سكنية على المواطنين واستكمال توزيعها قبل نهاية الشهر الجاري وكلف وزارة الإسكان باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للشروع في توزيع الوحدات الإسكانية ضمن مشروعات مدينة شرق سترة ومدينة خليفة ومدينة سلمان ومدينة شرق الحد هذا ولا تزال وزارة الإسكان ماضية في خططها وبرامجها الرامية إلى مواصلة نهج تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود من المشاريع الإسكانية وتنويع الخيارات أمام المواطنين بالتعاون مع القطاع الخاص قطاع الإسكان خطى خطوات جبارة ولم يتوقف عن إنجاز المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة حيث حقق نجاحا ملحوظا في تطبيق سياسات الحكومة في مجال الإسكان عن طريق استخدام البحث الشامل واعتماد المواصفات التقنية الحديثة بما يتوافق والاستراتيجية الإسكانية مع رؤية البحرين 2030 حيث أسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عن طريق مواصلة تقديم وتحسين الخدمات الإسكانية ما تحقق من إنجازات ومكتسبات على صعيد المشاريع الإسكانية في مملكة البحرين جاءت تأكيدا على الحرص الكبير الذي توليه الحكومة خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه لسيما على صعيد الملف الإسكاني سعيا إلى السير في جميع الاتجاهات وبأقصى طاقة ممكنة لتوفير السكن الملائم لكل مواطن على أرض مملكة البحرين